نعمل إيه طيب؟ قلنا تعالوا ننأسس حاجة مهمة جداً مبادرة اسمها خطاب مقاومة الوصمة عايزين نعمل إيه؟ نقاوم الوصمة وصمة المطلقة الله يبرك فيكم الله يعزكم ما تزلوش حد بالوصمة وصمة الإنسان اللي ليه لون مختلف عن لون تاني وصمة اليتيم وصمة مجهول النسب اللي احنا سميناه كريم النسب وصمة الشخص اللي هونده اضطراب نفسي وبنزود الاضطراب النفس عليه وندوس عليه بدم بارد لغاية ما يوصل إن هو يروح ينتحر إحنا أكيد ممكن نوصل لإن نحن نبقى مشاركين له في الاسم ليس هناك شخص بيقوم بالوصمة إلا وقد ارتكب كبيراً ايه واعطينه ابنك لاحظ لا تنبزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ده فسوق اوعوا تتنبزوا توقفوا عن الوصمة ولازم إحنا كلنا كل اللي بتكلموا بيت الخطاب الديني كله لازم يتكلم عشان يقضي على الوصمة لازم نتكتف دلوقتي عشان نقضي على الوصمة ليه الناس ما بقتش مستحملة هدم احنا بنبني واحنا عندنا خطة واستراتيجية إن احنا نبني الإنسان مش هينفع نبني الإنسان وعندنا خطابات للوصمة لازم تتوقف خطابات الوصمة عشان نقدر نبني وده خط جديد لازم نتبنى القضاء على خطابات الوصمة بكلك بكافة صورة ونعلم أولادنا اوعى تورصم حد بوصمة اوعى تيجي تقول على الطويل أهبل ما تقولش كده اوعى تقول على القصير قزع كل ده هدم ويفضل الناس مش قابلين نفسهم لإن احنا وصمناهم ارفضوا ده واعلموا أولادكم رفض ده قبل ما نتكلم على التنمر احنا هايزين نتكلم على الوصمة الوصمة هي المصيبة الأكبر من التنمر احنا الاتنين مصيبة بس عايزين نتكلم على المصيبة الأكبر الحاجة التانية عشان نقدر نعمل ده ده كل اللي بيكلموا في خطاب الديني وإحنا بقى بينا وبين بعضين نعمل ايه ممكن نرجع سنة غائبة عندنا اسمها سنة الامتنان سنة الامتنان لما حد يجيب كباية مياه لحد يقوله انا ممتنلك ان انت جبتلي مياه تخيل ان انا لما هرتوي ده يكتب في ميزان حسناتك تخيل ده هيحصل ايه في القلوب؟ تخيل الناس مع بعض هيبقى شكلهم ايه؟ أظن هيبقى شكلنا اجمل بكتير واحلى بكتير وهيبقى الحاجة الصويرة دي ممكن تنقذ انسان من انه يروح يأذي نفسه بحاجة سيئة انا عرف ناس كلام حلو كتير قوي وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وقول عشان كده الله سبحانه وتعالى قال وقوله للناس حسن الكلمة الطيبة دي انا دايما بقى اسمي الكلمة الطيبة مش بس صدقة صدقة ليه؟ لان الكلمة الطيبة نجاة حاولوا تنكوا الناس بالكلمة الطيبة امتنوا لبعض تالت حاجة لو سمحتوا عشان نقدر نتخلص بقى من الهدن كل واحد فينا قادر يحط لبنة في بناء انسان بانه يكشف له شيء جميل فيه دلوا بعض على الحاجات الجميلة في بعض قلوا ايه الشيء الجميل فيه وبكده يبقى وضعت لبنة في ده انا اقول لكم حاجة اذا كان المساجد بيت الله والانسان بيت الله اي البيوت اولى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انهدام الكعبة حجرا حجرا اهو انه على الله سبحانه وتعالى من قتل ملئ مسلم الانسان والبنيان الاكبر لله سبحانه وتعالى طب نعمل ايه بقى اذا كنت انت لو بنيت لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله لك بيتا في الجنة فاذا بنيت انسانا ماذا سيكتب لك الله في الجنة انت شاركت في بناء البيت الاكبر لله وهو الانسان تعالوا كنين نضع ايدينا في ايدينا بعض ونخرج احلى ما فينا انا اوعدكم وانا مجرب ده لما تخرج احلى ما في الانسان يكشف الله لك عن جمال الرحمن في كل مكان اذا اردت ان تعيش في الجمال فانر الطريقة للناس ليروا الجمال في كل حال يا رب جعلنا من اهل الجمال اللي دايما بننشر الجمال في نفوس بعضنا ونكون عاونا على انفسنا الامارة بالسوء عشان تدخل على مولانا من باب الجمال